تسوية نهائية لحل الأزمة السياسية هذا ما تمهد له المشاورات الواسعة بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مشاورات واسعة تأتي بعد أشهر على إعلان المكون العسكري خروجه من العملية السياسية قبل أن يضغط حالياً على المجلس المركزي لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في الاتفاق النهائي سبيلاً لتشكيل حكومة مدنية تمهد الطريقة لإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية قبل ثلاثة أيام أعلن المجلس المركزي الوصول إلى تفاهمات مع قيادات كانت رافضة للتوقيع على الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وقوى مدنية تفاهمات سياسية لم تبلغ مرحلة توقيع إعلان سياسي جديد المتحدث باسم الكتلة الديمقراطية عمر خلف الله أكد في تصريح له إجراء تلك التفاهمات رغم ملاحظات الكتلة وتحفظها على الاتفاق الإطاري وفق تعبيره تلك التفاهمات بين المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية قابلها رفض قاطع من قبل ثلاثة أطراف تنسيقيات لجان المقاومة والحزب الشيوعي وتجمع المهنيين التنسيقيات أكدت استمرار الحراك الشعبي لإسقاط التسوية السياسية المرتقبة الشيوعي وصف تلك التسوية بالمؤامرة أما تجمع المهنيين فرفض أي اتفاق لا يشدد على محاسبة من وصفهم بالانقلابي